السلام عليكم ورحمة الله كديرين لبس عليكم كنت منا تكونوا بألف خير ومرحبا بكم معايا اليوم الضيفة ديالي هي الوالدة ديالي ماما الله يخليها لينا ويحفظها ويعطيها صحيحها غدا تقدم لينا واحد الحوتات حوتها كبيرة وحوتها صغر منها شوية يعني الحوت الكبير اللي كي يقدر في اللاطة غادي تقدموا لينا بطريقة زوينة والصراحة جواعر جبنين كنت منا تتبعوا معايا المقادر والطريقة التحضير هنا كيما كتشوفو كتبتسح الحوت مزيان بالحامض هنا را كانت ديجا هي دوزت علي الحامض مزيان من برة ومن الداخل وانتو ما غا تشوفو الطريقة كيفاش غادي تقدمها هنا في اللاطة دارت عويدات ديال المعدنوس وغادي تحتفق منهم الخضراء اللي ديجا هي يا سلقتها مصلقة كيما كتشوفو هنا يا خيزو والطاطة مسلوقين غير بمليحة وشوية ديالزيس انتو ما كيما كتشوفو غادي تديرهم هما اللولين في اللاطة كيما كتعافو الحوت را كيطيب بسرعة يعني ما غايا اخدش وقت كتير بالما يطيب يعني الحوت يكون تكون خضرحتها هي كملت الطيب ديالها يوما نخليكم مع الصور من بعد ما سرحت هكالخضراء كاملة فوق اللاطة غادي تنسمها او غادي يعني تبدلها التوابل اللي هي مخلطة هم هنا يا كيما كنقولو احنا تشر ميلة ديال الحوت او العطرية ديال الحوت هنا را هي دارت ما طيشة مقطع اطراف ودارت الربيع والحامض شوية ديال البزار شوية الكامون مليحة شوية سكنجبير شوية ديالزيت وشوية ديال ما طيشة ديال الحك غير شوية دي ما طيشة الحك هانتوما كيما كتشوف كتجي خاترة هذي كما طيشة الحك تخلطها شوية مع الماء والحامض طبعا مع الصور كتما ما كتتخدم بالحامض بزف الحوت وهنا يا هذي الخلط هذي يعني العمارة اللي غا جي في الحوت كيما كتشوفو هنا كتديرها لازال قيرا دارتهم في الماء طايب حتى تضعف الحجم ديالهم وهنا ديرها الروز مع الفلفلة مقطعة وشوية ديال ما طيشها مقطعة الربع والثومة والحامض مليحة وبزار فقط هات شي لديها وتبارك الله ماما معروفة معروفة عدنا في العائلة لأنها طبخة ماهرة ويعني اللي بنا عندها في يديها تبارك الله الله يحفظها ويعطيها صحيحتها يعني بس يعني كتدير كما كتشوفو هنا غتزيد شوية ديال لاصوس او هذي كتشر ميلة غتزيدها على الروز اللي غتعمر بي الحوت يعني مقادر غيبانو لكم عتي يا دين وليني تبارك الله الطريقة بس كتخدمهم ماما ما شاء الله عليها ما شاء الله كيجيتك شي واعر بشهادة الجميع هنا كتعمر في الحوت رحلاتها من الضر وحلاتها من الكرش يعني بس تعمرها مذيان كيما كتشوفو انتو مرة افق الروز مديرة مع الفلفلاء مع ليزال مع شوية الماطيشة كيما كتشوفو الربيع والتومة والكامون ومليحة يعني مقادر عاديين شوية الحامض ضروري الحامض ضروري هنا غدي تسدهم بالكوردون غي باش تحطا غي باش تحولها اللاطة باش ما تتحلش لها مهم وخي تخرج لنا شوية الحوش ودك شي معليش لحقاش الروز عادي وخي بحل فيرميس كتكرم في الفران لهذا الروز عادي ماشي مشكيل وكي جلديد صراحة هاد هاد العمارة هادي اللي دارت ماما في هاد الحوت كتشي خطيرة كنتمنى تتجربوا هاد الطريقة يعني طريقة آآ يعني مفضلة ولس عندنا هاد طريقة تعال روز مع الحوت كتشي غزالة هاي الحوت التانية هي كتعمرها كي ما كتشوفو را محل لها من الداخل مزيان كتضغط باش تدخول عادي كل حوشوة الداخل غادي تهزح سهيز تحطها في اللاطة وتكمل لهم تعمار تماما باش غير تعمرها كا وتصدع ليهم ما بغاتش دوكلي كيوغدون كي ما كتشوفو را حيداتهم خافتش واحد خافتش واحد هاك كي يدكوها دوك العويدات هي كتفضل تحيدهم انتوما كي ما كتشوفو كتكمل التعمار دوك شي اللي شاطليها في الحوشوة كتكمل به التعمار كي ما كتشوفو هنا يارا كملات كملت تعمار ديال الحوتات هنا عادي تدير هادي كل حوشوة أو يعني شرميلة ولا لاصوس كل واحد شنو كي يقول لها هنا كي ما كتشوفو راه زات واحد شوية ديال مطيشة الحك أو الطماطم المعلبة وزات واحد شوية ديال الماء غي باش يعني باش يكفيها هدك باش تكفيها الصلصة الحوت وعصرات فيها شوية الحامض هنتوما غدي توضع عفق من الحوت يعني هكا باش يدخل فيه هدك باش يدخل فيه هدي كل الصوص ومن بعد غدي تبدأ غد تبدأ تزين ديالها أو تتم ما ديال الطبق هتوما كتشوفو هي رمو الجدال الفلفلة مشوية شوية تقطعت على الشكل طولي والماطيش أو الطماطي ما كتشوفو كل وحدة تقطعها على جوج يعني الشكل هده التزين كي بقى يعني اختيار يبقى على الضوغ كل واحد يزين الحوت كي ما بغى مهم يعني الماطيش ركت لقى الماء وكت لقى البنة في الحوت الحمض كذلك هي موج دول الفلفلة كتجيبني هنا تبار كل الحمرة والخضرة كيتلقوا حد البنة زوينة مهم هي هنا دار الفلفلة الحمرة والخضرة الماطيش غدير طومات زوغيز والزيتون وغددير الحامض حتى هو أنا هنا كان زعمراني خدامة معها لكن قاد لها والصراحة طياب دي الام يعني ما كينش في حال وصراح ومن بعد هنتم ما كتشوفوا من الوضعات ماطيش في كل يعني في الحوت كاملة من الفوق فهي ذاك الشي اللي كيبق لها كتوزع في اللاط كاملة كل طريف كتحط في بلاسة ومن بعد غدا تجيب الفلفلة الخضرة كيما كتشوفوا غدي تهي غدي تحط فق من الحوتة تبار كل الله كتجي الحوتة بحل لما رسومها بحل شي طاب ل كتشهي ما شاء الله كتشهي كتبقى هاك كتكمل حتى غادي تدير الفلفلة الحمرة حتى هي وغادي تكمل بزيتون وطومات غيز مطيشة صغيرة والحامض فلفلة حارة كيما كتشوفوا عنده جوش فلفلة حارين واحد شوية دير ربيع مقطع قصبر وانتو مع صور نخليكم تشوفوا الطريقة موسيقى ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 كيما قلت لكم فهي كترتب هكذا كشي فلفلة وهادي واللي شاطس كتوزعها في الجوانيب يعني فلاطة كاملة اللي شاطس كتديرها في الجناب كيما كتشوفوا هاي قطعات الحامض حتى هو وضعته فق ملحوطة فلفلة حارة حتى هي ضرورية اللي كيبغي الحار ضروري يدير فلفلة حارة و انسيت ما قلتش لكم فتشرميلة يعني راح دارت الهريسة دارت شوية ديال الهريسة بش تدك المضغط الحار كما كتشوفوا هي كتوضع الزيتون اللي يعني اللي تشهى شي حاجة يزيدها غير المهم الحوت كيبغي الحاجة الحامضة الحاجة الحارة يعني بحل شكل دماطيشة الحامضة الفلفلة الزيتون خليكم تشاهدوا الصور موسيقى 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 وفي الاخير كي ما كتشوفو غدا تضيف يعني العصص اول الباقي دي اللي بقات عندها باش كتزيد تبني الخضراء والحوز وكي ما كتشوفو صراحة كتجي هاد اللطة غتجي خطيرة كتجي بنينة يعني اقل ما يقال في حقها انها بنينة لدي دي بزيف اه اضيف شوية دي للربيع اللي كتليكم بقى عندها قصبروا مع النوس وفي الاخير في الاخير كما كتشوفو يا دايما عندها اعتي ايدي في الحوت كتدير الزعتر كتدير الزعتر يعني كتلقاه كتديره في الخالة الداخل وكتديره من على برا يعني ضروري عندها الزعتر كالطيب بيه اه هنا يرزعتر كارم كما كتشوفو حتى هو كيضيف واحد البنة زوي هنا في الحوت وهنا زادت شوية دي للزيت العود او الزيت البلدية مع القهنا ومع القهنا يعني كمية قليلة كتبنن في الصراحة وها هي الحوتة من بعد اما طابت او الحوتات من بعد اما طابوا هنا جبناهم للطبلاء وانتما اتوركم من داخل كيف جات ما شاء الله كتجي بحلا بحلا مفورة ونحنا يكن نلتهمو وكن ناكلو ما شاء الله ما تقدريش تقاومي الصراحة البنة ديالو جهائل لا يقاوم كنتمنتنا لاعجابكم وكنتمنت تجربوها وإلى اللقاء